طيب نهاردة الاسماعيلي مبارح كنت قلت لكم خبر رسمي انه الكابتن شاوء غريب مديراً فنياً للنادي الاسماعيلي نهاردة كلام اتغير تعارفين الكابتن حلمو تولان كان هو مدارب الاسماعيلي مبقاش فيه حلمو تولان قلنا الكابتن شاوء غريب مدارب الاسماعيلي مبقاش فيه شاوء غريب تمام ايه اللي حصل ايه الكواليس بقى تعال اشرح لك الكواليس اللي حصل في الساعات الاخيرة اللي خلت مفيش كابتن شاوء غريب أولا أزمة كبيرة شهدتها أرواقة النادي الإسماعيل في الساعات الأخيرة بعد تقديم ناصر أبو الحسن رئيس النادي ومصطفى شلأ أمين السندوق استقالاتهما لمجلس الإدارة خلال الاجتماع الذي يقيم خلال الساعات الماضية بعد الإعلان عن تعيين شاوء غريب مديرا فنان للفريق حيث تقدم أبو الحسن باستقالة شفهية بينما تقدم شلأ باستقالة مكتوبة لأيام الماضية شهدت تصويت أربع أعضاء من مجلس الإدارة على اختيار شاوء غريب وهم محسن عبد المسيح وشاوء عوض وفرج عمران نائب رئيس النادي ومحمد جمال في حين رفض القرار ناصر أبو الحسن رئيس النادي والأعضاء مصطفى شلأ وأحمد عبد الرحمن كان هناك عضو آخر رحل عن المجلس وأحمد فهيم قبل عودته بقرار اللجنة الأولمبية حيث حضر اليوم منضم لقائمة الرافدين ليتم التساوي في الأصوات أربعة مقابل أربعة ووفقا لللاقاحة يحسب صوت رئيس النادي بصوتين ومن ثم تم تعليق قرار اعتماد تعيين شاوء غريب مديرا فنيا للفريق شاوء غريب تواجد اليوم في الإسماعيلية وحضر المباراة الإسماعيلي واسموحة مواليد 2005 خمسة رفقة محمود جابر وأشرف خدرة تم استقباله بشكل لائق عكس ما تردد في هذا الأمر ثم تناول بعد ذلك لعشاء رفقة أعضاء مجلس إدارة الإسماعيلي الوضع حليم في الإسماعيلي يشير إلى وجود استقرار على اختيار حمد إبراهيم المدرب العام في جهاز الراحل الكابتن إياب جلال اللي كانت الفريق فنان في الفترة المقبلة مع جهازه المعاون والاعتذار لشاوء غريب حياة غريبة جدا بصراحة الوضع في الإسماعيلي غريب ما كدبش عليك ما كدبش عليك مع كامل احترام للجميع في الإسماعيلي يبدو وكأن رحمة الله عليه الكابتن إياب جلال كان لامم حاجات كتيرة قاوشة وكان مخبع علينا كلنا حاجات كتيرة قاوشة كان فيه مشاكل وأزمات كتيرة قاوشة ما كناش بنحس بيها في وجود الكابتن إياب جلال رحمة الله عليه شوية كابتن حين متلون شوية كابتن شاوء غريب كابتن أشرف خدر مدير فني مؤقت مش يلفع يبقى مدير فني دائم ليه متفاهمش كل حاجة متلغبطة النهاردة بنتكلم في الكابتن حمد إبراهيم من شوية سماعة الكابتن تامر مصطفى ليه كل ده ليه أصلاً لاختلافات دي كلها وبعدين أنت لما بتيجي تختار مدير فني أنت بتختار مدير فني تبقى لمعايير يعني إيه معايير يعني أنا مثلاً عايز واحد من أبناء النادي الإسماعيلي عشان يلملي البيت دلوقتي لا والله عايز واحد يكون بيشتغل مع لعبين شباب بشكل كويس فاجيب الكابتن شاوء غريب لا والله أنا عايز واحد يطور الفريق فاجيب كابتن تامر مصطفى والله لا أنا عايز واحد يكون يشتغل مع كابتن إيهاب جلال فهيجيب كابتن حمد إبراهيم إيه أنت معاييرك اللي أنت حضرتها كمجلس إدارة وعلى المعايير دي هتتفقوا لك الطول ما أنت مش حقيت معايير أنا شايف أنه الاختلافات على أسماء مش معايير فأنا قلبي كده كابتن حلمو طولان إيه المعايير كلها أسماء كبيرة ومحترم بس إيه المعايير اللي أنت بتختار بيها واضح أنه ما فيش معايير هي قراء شخصية في مجلس الإدارة مع كامل الاحترام للمجلس المحترم مجلس إدارة الإسماعية طيب ترجمة نانسي قنقر